بسم الله الرحمن الرحيم حمدًا يليق بجلال وجهه وعظم سلطانه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون لا إله إلا هو سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد ففي هذا اليوم يوم الإربعاء من شهر صفر لعام ثلاثة وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة يُعقد هذا الدرس في المسجد الحرام في مكة المكرمة وقد وقع الإختيار أن يكون الحديث عن فريضة هي من أعظم فرائض الدين ومن أعظم شعائره بل من أعظم أركانه أركان هذا الدين ومبانيه العظام عن الصلاة في صفتها وبيان أحكامها وما يتعلَّق بها فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يحفظنا بحفظه وأن يحفظنا برعايته وأن يحفظ هذه البلاد وولي أمرها والعاملين في هذا المسجد الحرام والمسلمين والمسلمات إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الأول من المجالس التي يعقدها صاحب المعالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الكتاب المبارك بإذن الله والمسمى بالجامع في صفة الصلاة من تأليف شيخنا الشيخ عبد الرحمن السند حفظه الله تبارك وتعالى قال حفظه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد هذه تسمى خطبة الحاجة بها تستفتح الخطب والدروس والكتب فإن معانيها عظيمة وقد ثبتت هذه الألفاظ وهذه الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء ضماد الأزدي وهو من أهل اليمن قدم إلى مكة في مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أهل مكة يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون ويرمونه بسفهائهم وكان ضماد الأزدي ممن عُرف بالرُقية في الجاهلية وقد كان أهل الجاهلية يعرفون الرُّقاء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرُّقاء اعرضوا عليَّ رُّقاكم لا بأس بالرُّقاء ما لم تكن شِركًا فدل على أنهم كانوا يعرفون الرُّقاء ويتداولونها ويتعاطونها ويتداولونها ويعملون بها وكان ممن عُرف بالرُّقية ضماد الأزدي فقال إن لقيت محمدًا لَأَرْقِيَنَّهُ يعني من هذا المسّ الذي سمع أهل مكة يصفونه يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وبأن به المسّ أو أنه مسحور فقال لَأَرْقِيَنَّهُ فَلَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال يَا مُحَمَّدِ إِنِّي رَاقٍ وَقَدْ شَفَى اللَّهُ وهذا يدل على أنه عنده على الفطرة من اعتقاد أن الشفاء بالله أن الله قد شفى عبادًا بهذه الرُّقية أَفَلَا أَرْقِيكَ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتهيت قال نعم قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وسوفwr سيئُ Neil قال الله عليه وسلم والله إلا ح Evet ونمار وسلم حكيمانه ون Hastur وبد اللهlance حكيمانه وننا جاء الله ونسته في سبيل والتا لله ونمار وسيطعه ون ارفه قال إذاً حكيمانه والدن يساقانه ونسته cheg boss كان في الثالثة قال قال ضماد لقد عرفت كلام الشعر والسحر والكهانة وليس هذا بكلام الشعراء ولا الكهنة ولا السحرة وقرأت التوراة والإنجيل وليس هذا منها لقد بلغ هذا الكلام قاموس البحر يعني بلغ من بلاغته وعظمه قعر البحر قاموس البحر يعني قعر البحر فتأثر ضماد غاية التأثير بهذه الكلمات النيرات العظيمات التي فيها الوحدانية لله جل وعلا والشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أبسط يدك أبايعك على الإسلام فبسط النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضماد سيداً في قومه الأزد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى قومك قال علي وعلى قومي يعني أنني أسلم وأنا أتعاهدهم بالإسلام كما أسلمت فأسلم لما سمع هذه الخطبة العظيمة إن الحمد لله فكلماتها عظيمات وبها تستفتح الخطب والكلمات والكتب والمواعظ والدروس لعظم نفعها وبها تستفتح العقود كعقد النكاح يشرع أن يأتي الإنسان بخطبة الحاجة في عقد النكاح لبركة هذه الكلمات النافعات وعظم تأثيرها ونفعها نعم قال قال شيخنا حفظه الله فقد عظم الإسلام شأن الصلاة ورفع ذكرها وأعلى مكانتها فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الدين وهي الفارقة بين المسلم والكافر وفيها يتجلى مظهر العبودية في أدائها في أعظم صورها قياماً وركوعاً وسجوداً وخشوعاً ويضع العبد أشرف أعضائه على الأرض تعظيماً لربه ولا يضعها لأحد سواه فكان جزاؤه أن يكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نعم عظم الإسلام شأن الصلاة وهي أعظم الأركان أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الإسلام فلا يقوم الإسلام إلا بعموده وإذا سقط العمود سقط البناء فلا يستقيم بناء لا عمود له والإسلام والإسلام بناء وعموده الإسلام عليه يقوم وعليه يعتمد ولذلك فهي الفارقة بين الإسلام والكفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فارقة بين المسلم والكافر لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له ولذلك فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي التي لا تسقط عن العبد بحال ما دم معه العقل لا تسقط في سفر ولا حضر ولا تسقط في حر ولا برد ولا مطر لا تسقط في أمن ولا خوف لا تسقط في صحة ولا مرض ليس هناك عذر بسقوط الصلاة عن العبد ما دام العقل معه هو مريض نعم تجب عليه الصلاة لا يستطيع أن يقوم يصلي جالسا لا يستطيع أن يجلس يصلي مستلقيا على جم لا يستطيع أن يحرك شيئا من جسده يومي إيماء ما استطاع أن يحرك ولو بالإيماء يصلي ولو بقلبه رجل يطلبه العدو وهو يركض حضرة الصلاة هل يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها حتى يخرج وقت الصلاة نقول لا بل يجب عليه أن يصلي فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يعني ماشين رجالا يعني على أرجلكم أو ركبانا يعني راكبين مستقبلي قبلها غير مستقبلين يصليها الإنسان وهو في مواجهة العدو وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك يعني من المؤمنين الذين في مواجهة العدو ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا هؤلاء الذين لم يصلوا في الركعة الأولى مع الإمام يتأخر من صلى ثم يأتي من لم يصلي فيصلي دل ذلك على عظم شأن الصلاة وأنها العبادة التي هي مع الإنسان تكليفاً لا تسقط بحال ما دام أنه من أهل التكليف ولا عذر له بتأخيرها وهي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات في كل يوم ولذلك عظم شأنها وهي من أعظم صور العبودية لله وأشرف المواضع تعبُداً لله يجتمع فيها تجتمع فيها عبادة القلب بالنية وتعظيم الله جل وعلا والخشوع والتدبر وعبادة اللسان القول بالتكبير وقراءة القرآن والتسميع والدعاء وغير ذلك من الأقوال التي تقال في الصلاة وعبادة البدن العبادة البدنية بالركوع والسجود والقيام والجلوس هي عبادة عظيمة تجتمع فيها أنواع العبادات وأعظم ما يكون العبد قرباً من الله جل وعلا وهو ساجد وهذا موضع من مواضع الصلاة يتكرر في الصلاة عدة مرات فعظم شأنها وقدرها في ديننا نعم قال شيخنا حفظه الله فرضها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لم يجعل فيها بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم واسطة كما جاء في حديث الإسراء والمعراج الطويل المخرج في الصحيحين وفيه ثم فرضت علي الصلاوات خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت بخمسين صلاة بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضى عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضى عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضى عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وقد اجتملت الصلاة على جل أنواع العبادة من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود إليه والاضطراح بين يديه وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستغاثة والاستعانة والافتقار إلى الله تعالى والثماء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائل أنواع الذكر وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض والرفع وغير ذلك من فضائل الصلاة أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به صلى الله عليه وسلم فرضها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلا واسطة فرضها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على شرف هذه الفريضة وعظم شأنها وقدرها ومكانتها ومنزلتها وذلك أنها فرضت مباشرة من الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرسل بذلك الله جل وعلا لم يرسل جبريل بهذا الفرض وهذا الواجب كسائر الواجبات وإنما فرضها الله مباشرة على رسوله صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة في اليوم والليلة أول ما فرضت الصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله موسى عليه الصلاة والسلام عن ما فرض عليه ربه فقال فرض الله عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة فقال جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل يعني كنت آمرهم وأنظر في استجابتهم أشد المعالجة وإنهم لا يستطيع يعني لا يستطيع الناس هذه العبادة بهذا القدر وهذا العدد الكبير خمسين صلاة في اليوم والليلة فسأل ربك التخفيف فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى خفف الله جل وعلا من فضله ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه على هذه الأمة خفف عنها القدر مع بقاء الأجر إلى أن أصبحت خمسة صلوات كل مرة يراجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربه يسأله التخفيف حتى كانت تكليفه بخمس صلوات في اليوم والليلة هذا في العدد وأما في الأجر فالصلاة بعشر صلوات الحسنة بعشر أمثالها فهي خمس صلوات في العدد وهي خمسون في الأجر والقدر أمضيت فريضتي وخففت على عبادي هذا من رحمة الله الخفف عليهم بالعدد مع بقاء الثواب والأجر وهذه الصلاة نعمة من الله نعمة من الله ورحمة وفضل لأنها صلة بين العبد وربه وزاد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وجُعلت قرة عيني في الصلاة يجد فيها أنسه وراحته هي راحة المؤمنين وسعادتهم وقرة عين الموحدين المتقين البررة يجدون الراحة والإطمئنان والسعادة والاستبشار والغبطة والإطمئنان في الصلاة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال هي راحته صلى الله عليه وسلم هي أنسه هي ضمأنينته هي قرة عينه عليه الصلاة والسلام وهكذا المؤمن المؤمن الذي يعلم ويعرف شرف هذه الصلاة وقدرها وفضلها وأثرها العظيم على القلب وعلى الإنسان وعلى حياته فإنه يغتبط بهذه الصلاة ويستبشر بها ويفرح لها ويطمئن عند النداء إليها ولذلك كان نبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة إذا اشتد عليه الأمر من أمور الوحي من أمور تبليغ الدعوة أو فيما يكون من أمور معالجة الناس حزبه الأمر فزع إلى الصلاة فوجد فيها الأنس والراحة والإطمئنان عمر رضي الله عنه وهو قد ولي الخلافة ربما جهز الجيش في صلاته لعظم شأن الصلاة في قلبه يهتم لشأن المسلمين فيجد العاون من الله بالصلاة والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أمر من الله أن تستعين بالصلاة كما تستعين بالصبر على شأنك وأمرك وما أهمك وما أغمك وما تكلفت به من شأن فإن الصلاة عاون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة نعم أحسن الله إليكم قال هذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس الحسية والمعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس وإسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطاء للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وغير ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجُعلت قرة عيني في الصلاة والصلاة أول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم إلا به وهي أهم أمر الدين كما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عظيم وكلام له دلالة عظيمة فإن الملهم الملهم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يكتب إلى عماله وهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إن أهم أمركم عند الصلاة نعم أهم الأمور الصلاة ليس هناك أعظم ولا أهم للعبد بعد توحيد الله جل وعلا من أمر الصلاة ولذلك بيّن عمر رضي الله عنه سبب هذه الأهمية فقال من حفظها وحافظ عليها حفظ دينا هي من أعظم أسباب حفظ الدين دين الإنسان من أعظم أسباب حفظ دينك أن تحافظ على الصلاة إذا أردت أن تعرف مقدار دينك وشأن دينك والذي هو رأس مالك كيف رأس مالك الإنسان من تجار الدنيا ينظر إلى رأس ماله كم عندهم من مال ويعرف رأس مالك في الحقيقة هو دينك كيف تعرف مقدار هذا الدين بالصلاة من حافظ عليها يعني أقامها الإقامة بالمحافظة عليها بالحرص عليها بدءاً بالاستعداد لها والوضوء والطهارة والغبطة بها والذهاب إليها والتبكير وتعظم شأنها والإتيان إليها وهدم فواتي الإنسان للصلاة حافظ عليها في أوقاتها والخشوع فيها الحرص عليها الأمر بها وأمر أهلك بالصلاة وأصدبر عليها من حافظها وحافظ عليها هنا عندنا كلمتان حافظها وحافظ عليها حافظها يعني حافظ ما يتعلق بالصلاة من الاستعداد والتهيئة والتبكير والطهارة والغبطة والاستبشار والتهيئ وحافظ عليها يعني بأدائها في أوقاتها والإتيان بأركانها شروطها وواجباتها وخشوع فيها تدبر حافظ دينا إذن من أعظم أسباب حفظ الدين حفظ الصلاة والمحافظة عليها وفي المقابل ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة كان لما سواها من عمله أضيع أشد إضاعة إذا ضيع الإنسان صلاته فإنه لسائر أعماله أشد إضاعة ماذا يبقى لك من دينك إذا ضيعت الصلاة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة من فقد الصلاة ماذا بقي له من دينه لا يبقى له شيء لا يبقى له شيء من دينه من ضيع الصلاة ضيع دينه ومن حافظ على الصلاة حافظ دينه يعني أنها تعينه على أن يحفظ سائراء دينه من الواجبات والفرائض وترك المنهيات وما أمر الله جل وعلا بتركه فإنها واستعينوا بالصلاة بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين والصلاة تعين على سائر الأعمال كما قال الله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى تنهى عن الفحشاء والمنكر تكون الصلاة من أعظم الزواجر والموانع والحواجز عن معصية الله جل وعلا لأنه لأنه يعظم الله في قلبه فيقرب من الله ويبتعد من الشيطان الشيطان لا يقوى على الصلاة ولذلك إذا أقبل الإنسان على الصلاة أقبل عليه الشيطان ليصرفه ما استطاع بأي قدر يستطيعه من هذا الإنسان المصل فهذا الأثر عظيم كان يكتب به عمر إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو كان لما سواها من عمله أشد إضاعة فتأمل هذا في نفسك وفي حالك وفي حال أهلك فإن من أعظم وأشد ما يجب على أولياء الأمور في نصحهم وقيامهم بما أوجب الله عليهم في من تحت يدهم أمرهم بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وإبراهيم قال واجعلني مقيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي والصلاة شأنها عظيم وهي من أهم ما يهتم له المؤمن أهم ما يهتم له المؤمن من شأنه الصلاة وأيضاً فيما يأمر بها هذا عمر يأمر بها ذلك عماله فمن تحت يدك أعظم ما تهتم في شأنهم أمر الصلاة وبعض الآباء أو بعض الأمهات ربما يشتد عليهم أمرهم لأولادهم بالصلاة لما يجدون من بعض الصدود والإعراض فيملوا ونقول لهم لا تملوا فإنكم بأمركم بالصلاة أنتم تنالون الأجور وتتبعون سنة سيدي الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وهذا هدي الأنبياء والمرسلين والصالحين أنهم يأمرون أولادهم وأهلهم بالصلاة ولا يمل ولا يكل ولا يسأم وإنما يأمر أنت بأمرك تطيع ربك وتنالي الأجر والثواب ولو كان ما كان من ولدك وتحر ما يكون سببا للاستجابة بأن يكون ذلك بالرفق واللين والتحبيب النفوس إلى الصلاة وتذكير بها في أوقات إقبالهم وقراءة هذه النصوص ومثل هذه الآثار على الأولاد وعلى الأهل مما يحببهم للصلاة ويقربهم إليها ويعظم شأنها في قلوبهم نعم أحسن الله إليكم قال حفظه الله وليأجل هذا عظمت في نفوس الصحابة رضي الله عنهم فكانوا لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا الصلاة كما قال التابعي الجليل عبد الله بن الشقيق رحمه الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة غير الصلاة قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نعم وليأجل هذا عظمت في نفوس الصحابة يعني الصلاة عظمت في نفوس الصحابة فكانوا لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفراً لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا الصلاة قال عبد الله بن الشقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة الصحابة عقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الوحي يضم شأن الصلاة وعظمت في نفوسهم وعدوها الفارق بين الإسلام والكفر ولذلك عبد الله بن الشقيق وهو تابع جليل أدرك عدداً كثيراً من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أدركهم وسمع منهم فقال هذه المقولة العظيمة قال كان أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة حكم تارك هذه مسألة عظيمة من المسائل المهمة والجليلة تارك تارك الصلاة ما حكمه في الإسلام تارك الصلاة على ثلاثة أحوال الحال الأولى من ترك الصلاة جاحداً جاحداً لوجوبها عالماً بفرضيتها وأنها من فرائض الإسلام ولكنه يجحد الوجوب ويقول لا ليست من أركان الإسلام وليست من الواجبات هذا كافر بالإجمع كفراً أكبر مخرج من الإسلام بالكلية لا شك في كفره لأنه أنكر شيئاً قد علم من دين الله بالضرورة فإن مما علم بالإضطرار من دين الله جل وعلا فرضية الصلاة ووجوب الصلاة فهذا الذي يترك الصلاة جاحداً لوجوبها فهو كافر ولو صلى لم تنفعه صلاةه إذا كان جاحداً لوجوبها فهذا لا شك في كفره بل الإجمع منعقد على ذلك وهذا حال واضحة بينة لا مراء فيها ولا شك ولا جدال الحال الثانية من ترك الصلاة تركاً أولاً في مسألة الأولى هناك واستعليق بسيط وهو أن من جاحد وجوبها وهو لا يعلم فرضيتها لأنه حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية فهو لا يعلم يجهل أن هذا من فرائض الإسلام هذا يعلم ويحكم بكفره بعد التعليم فإذا علم استمر على جهده كفر ننتقل إلى الحال الثانية وهي إذا ترك الصلاة بالكلية عامداً مختاراً بلا عذر وهو من أهل التكليف فترك الصلاة لا يصليها لا جمعة ولا جماعة لا في البيت ولا في المسجد ولا يصلي ولا صلاة فهذا عند أكثر أهل العلم جمهور المحدثين ومذهب الحنابلة اكتيار شيخ الإسلام جمع من المحققين كشيخنا الشيخ مباز وغيره كلهم على الكفر الأكبر وأن فإعله هذا بترك الصلاة بالكلية بلا عذر مخرج له من الإسلام واستدلوا بأدلة منها حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقالوا إن الصلاة جاءت معرفة تشمل جنس الصلاة يعني ترك الصلاة جنس الصلاة بالكلية فقد كفر ومنه هذا الأثر لعبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة وهذا عن جمع من الصحاب النبي صلى الله بل حكي إجماع الصحاب الإجماع السكوت لما دخل الصحاب على عمر بن عباس دخل على عمر فقال الصلاة قال نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كان هذا بمحظر الصحاب ولم ينكر قوله رضي الله تعالى عنه كان إجماعا بأن من ترك الصلاة كفر الترك الكل وأيضا في قول النبي صلى الله وعلى وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وكان النبي صلى الله وسلم إذا أراد أن يغزو بلدا أمهلهم إلى الصبح فإن سمع نداء يعني الصلاة لم يقاتلهم وإلا أغار عليهم بدل على أنه جعل العلامة الفارقة على إسلامهم من كفرهم الصلاة فهي الفارقة بين الإسلام والكفر فمن تركها بالكلية ما يصلي أبدا ولا صلاة في عمر كله كيف يقال هذا مسلم لا لا يتصور لا يتصور من إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا مسلم ولا يصلي ولا صلاة وهذا كافر عند أكثر أهل العلم وبعضهم قال ما دم أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا نكفره لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كان على الله عهد خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كان الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم حافظ عليها لم تكن له صلاة نور ولا برهان ولا نجاه وكان على الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله وقال هذا يشمله من ترك الصلاة ولكن القول الأول هو الموافق للأدلة والنصوص الحال الثالث لمن ترك الصلاة تهاونا وكسلا لبعض الصلوات يترك صلاة أو صلاتين أو يؤخرها عن وقتها اختلف أهل العلم في كفره فبعض أهل العلم قال يلحق بالأول لأن من ترك صلاة متعمدا بلا عذر فقد صدق عليه أنه ترك الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر والقول الثاني أن الذي لم يترك الصلاة تركا كليا وإنما تهاون في صلاة أو صلاتين أو أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر ولكنه يصلي غالب وقت الصلوات فهذا لا يكفر ولكنه مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهذا والله أعلم هو الأقرب بأن من ترك صلاة أو صلاتين وهو يصلي الصلوات ولكن يتهاون أحيانا فإنه لا يعد كافرا وذلك لأنه مأمور بقضاء ما فاته والذي يؤمر بالقضاء إنما هو المسلم وهو على إسلامه وينزل عليه حديث أيضا فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له حديث ابن مسعود وغيره وأما القول بأن حتى الذي يتركها بالكلية وهو من من يعيش بين الظهرانين المسلمين أو عند القول بكفر من ترك صلاة أو صلاتين يقولون بعض أهل العلم يقولون أنه تجرع عليه أحكام الكفار في الدنيا من وكذلك من ترك كلية يدعى إلى الصلاة من الإمام فإن صلى فالحمد لله إن تاب وصلى فالحمد لله وإن لم يصلي واستمر حتى حتى إنه عرض عليه السيف فقيل له إن لك مهلة ثلاثة أيام إن لم تصلي ستقتل يقول له ولي الأمر فأصر حتى عرض على السيف وهو مستمر على إصراره نسأل العافية فقتل هنا تجرع عليه الأحكام لأنه دعي إلى الصلاة واستتيب من الإمام ولم يتب وعرض عليه السيف ولم يتب هذا يدل على أنه لم تقوم الصلاة في قلبه بشأن ولم يكن من أهل الإسلام لإصراره على ترك الصلاة مع الدعوة إليها واستتابته وعرضه حتى القتل فصبر على القتل ولا يصلي هذا لا شك تجرع عليه الأحكام أما من لم يدعى إلى الصلاة وهو يترك الصلاة حيانا ولم يستتب من الإمام فلا تجرع عليه الأحكام في الدنيا حتى عند القول بكفره لأن المسلمين في عصورهم لم يعهد أنهم كانوا يتركوا الصلاة على بعض الناس لتركه الصلاة وقد قرر ذلك شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله في كلام بديع نفيس في أن أن المسلمين في عصورهم لم يعهد عنهم أنهم كانوا يتركون الصلاة على الموتى ممن كان يترك الصلاة مع وجودهم في المسلمين فدل ذلك هذا إجماع والأمة لا تستمع على الضلال على أنه لا تجرى عليه الأحكام ومن قال من بعض علمائنا بأنه تجرى عليه الأحكام في الدنيا فإذا علم أهله أو أولاده أنه يترك الصلاة فلا يصلى عليه ولا يقدم للصلاة هذا قول مرجوح الأظهر والأقوى أنه تجرى عليه أحكام المسلمين ما دام أنه لم يدعى إلى الصلاة من الإمام ولم يستتب فإن كان قد دعي استتيب وأصر على الترك هذا له شأن أما إذا كان ترك بدون ما يستتب من الإمام ومات على ذلك فإنه في حكم للمسلمين في أحكام الدنيا نعم أحسن الله إليكم قال حفظه الله وهذه الصلوات الخمس يغسل الله بها الخطايا فالصلوات كفارات للذنوب والسيئات وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهن مثلا عظيما فقال في الحديث الذي رواه الشيخان أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا فكما أن الذي يغتسل في اليوم والليلة خمس مرات لا يبقى على جسده وسخ أو درن أو قذر فكذلك تفعل الصلوات الخمس بذنوب العبد وهي من أعظم الأسباب التي تعين على حفظ الجوارح من المعاصي والآثام قال الله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم إن لهذه الصلاة حقوقا ينبغي على المصلي أن يحافظ عليها ويقوم بها قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله من حقوق الصلاة الطهارة من الأحداث وطهارة الثياب التي تصلى فيها وطهارة البقاع التي تصلى عليها والمحافظة على مواقيتها التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والخشوع فيها من ترك الالتفات والعبث وحديث النفس وترك الفكرة فيما ليس من أمر الصلاة وإحضار القلب واشتغاله بما يقرأ ويقول بلسانه وإتمام الركوع والسجود فمن أتى بذلك كله كاملا على ما أمر به فهو الذي له العهد عند الله تعالى بأن يدخله الجنة ومن أتى بهن لم يتركهن وقد انتقص من حقوقهن شيئا فهو الذي لا عهد له عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فهذا فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها أصلا لا يصليها ومن حقوقها معرفة صفتها وكيفية أدائها وقد اهتم علماء الإسلام بذكر صفة الصلاة فلا تجد متناً فقهيا إلا وفيه باب لصفة الصلاة ومستقل ومستكثر وقد رغبت أن أكتب في صفة الصلاة منتهى إليه منتهى إليه علمي جامعاً بين الرواية والدراية ذاكراً للخلاف العالي في الجملة موشحاً الكتاب باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن باز رحمهم الله ومع أن الأول لم يترك للآخر شيئاً غير أن المتأخر بلطيف حيلته ودقيق فطنته يلتقط الدرر ويجمع الغرر فينظمها كالعقد على صدور الكعاب يروق المتأملين ويؤنق الناظرين فيستحق به في الأولى حمد الحامدين وفي العقبى ثواب رب العالمين أسأل الله أن يتقبله وأن يوفر لأجره وأن يبارك فيه وأن ينفع به من اطلع عليه هذا النص من الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله رحمة واسعة في تعظيم قدر الصلاة وهذا كتاب له رحمه الله بيّن جملة من حقوق الصلاة الصلاة لها حقوق الصلاة لها حقوق ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها ومن هذه الحقوق من الطهارة طهارة من الأحداث بالوضوء أو بالغسل إذا كان عليه جنابه وطهارة الثياب التي يصلي فيها وطهارة البقعة التي يصلي عليها والمحافظة على مواقيتها التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم والخشوع فيها فإن لب الصلاة الخشوع الله جل وعلا قال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون أول صفة للمؤمنين ما هي الذين هم في صلاة خاشر فاستفتح الله جل وعلا صفة المؤمنين المفلحين وأن من أعظم أسباب فلاحهم بعد الإيمان الخشوع في الصلاة قد أفلح المؤمنون من هم يا رب الذين هم في صلاتهم خاشر والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون استفتح صفات المؤمنين بالخشوع في الصلاة وختمها بالمحافظة على الصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوس هم فيها خالد فالذين يريد الفردوس جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة فليعتني بشأن الصلاة وبعض أهل العلم يقول إن استفتاح صفات المؤمنين بالخشوع في الصلاة من دلائل أن الصلاة معينة على ما بعدها من الأعمال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني الذين يخشعون في صلاتهم سيعينه الله على فعل الصفات التي تليها الذين هم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون وعلى عهدهم وأماناتهم راعون ويحافظون ويحافظون على صلواتهم فإن ذلك من دلائل عظم شأن الصلاة وأثر الصلاة في صلاح العبد واستقامته وصلاح أمره من حافظ عليها من حفظها وحافظ عليها حافظ دينا وأن من أسباب الإعانة على فعل الطاعات أن تخشع في صلاتك وأن تحافظ عليها ومن ذلك أيضا في بيان أنواع الخشوع وبما يحصل الخشوع قال الإمام محمد بن نصر في بيان كيف هو الخشوع من ترك الالتفات والعبث وحديث النفس وترك الفكرة فيما ليس من أمر الصلاة وإحبار القلب واشتغاله بما يقرأ ويقول بلسانه وإتمام الركوع والسجود فمن أتى بذلك كله كاملا على ما أمر به فهو الذي فهو الذي له العهد من الله جل وعلا كما جاء في الحديث كان على الله عهد أن يدخله الجنة يعني أتى بهن لم يتركهن ولم ينتقص من حقوقهن شيئا كان مستحقا للعهد من الله جل وعلا نعم أحسن الله إليكم تعريف الصلاة الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم وسميت بذلك لاجتمالها على الدعاء قال النووي رحمه الله هذا هو الصحيح وبه قال الجمهور من أهل اللغة وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق وقيل في معناها أقوال أخرى كثيرة وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة أولها التكبير وآخرها التسليم الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قول الله وصل عليهم قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ما معنى وصل عليهم يعني أدعو لهم إذا جاءوك بالصدقة فادعو لهم قل تقبل الله صدقتكم أدعو لهم وبرك الله لكم في أموالكم ونحو ذلك من الدعاء للمتصدق فسمى الله جل وعلا صلاة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم يعني إلى طعام دعاك أحد أحد إخوانك أو أقاربك إلى طعام فإن السنة أن تجيب دعوة أخيك فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم يعني بعض الناس إذا دعي قال لا والله أنا غدا يوم الخميس أنا صائم لا يا أخي أجب دعوة أخيك وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان صائما فليصلي يعني فليدعو إذا حضرت ادعو لمن دعاك إلى هذا الطعام بالبركة وأن يخلف عليه بخير وتكون بذلك قد حصلت على الأجرين على الصيام وعلى أجر إجابة الدعوة ومن كان مفطرا فليطعم فدل ذلك على أن معنى الدعاء في اللغة معناه الصلاة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم سميت بذلك يعني لماذا سميت الصلاة بالدعاء قال النووي الصحيح أن سبب تسمية الصلاة بالدعاء لاجتمالها تسمية الصلاة بالدعاء وأنها أي الصلاة مجتملة على الدعاء سميت بذلك لاجتمالها سميت الصلاة بالدعاء لأنها مجتملة على الدعاء وبه قال جمهور أهل اللغة أن سبب تسمية الصلاة بهذا الاسم لاجتمالها على الدعاء قال شيخنا حفظه الله آداب المشي إلى الصلاة نعم مما يحسن بيانه من أحكام قبل بيان أحكام الصلاة وصفتها بيان آداب المشي إلى الصلاة فإن الصلاة عظيم شأنها وقدرها فكان هناك أمور تسبق فعل الصلاة ومن ذلك المشي إلى الصلاة والمشي إلى الصلاة أيضا له آداب فالمسلم يخرج من بيته إلى المسجد وهذا الخروج له آداب اعتنى الفقهاء والعلماء ببيان هذه الآداب ومن أشهر العلماء في هذا الباب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله نعم قال حفظه الله قال الإمام أحمد رحمه الله اعلموا أن العبد إذا خرج من منزله يريد المسجد إنما يأتي إنما يأتي الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار وإن كان لا يغيب عن الله حيث كان ولا يعزب عنه مثقال حبه من خردل ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في الأراضين السبع ولا في السماوات السبع ولا في البحار السبعة ولا في الجبال الصمي الصلاة بالشوامخ البواذخ وإنما يأتي بيتا من بيوت الله يريد الله ويتوجه إلى الله وإلى بيت من البيوت التي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فإذا خرج من منزله فليحدث لنفسه تفكرا وأدبا غير ما كان عليه وغير ما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا وأشغالها وليخرج بسكينة ووقار فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وليخرج برغبة ورهبة وبخوف ووجل وخضوع وتواضع لله عز وجل فإنه كلما تواضع لله عز وجل وخشع وخضع وذل لله تعالى كان أزكى لصلاته وأحرى لقبولها وأشرف للعبد وأقرب له من الرب هذا يدلك دلالة واضحة على عظم شأن الصلاة وأن مما جاءت به الشريعة تعظيم الصلاة قبل الصلاة تعظيم الصلاة قبل الصلاة وذلك بالتهيؤ التام للصلاة تأمل قول الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله إنما تأتي بيتا من بيوت الله تريد الله وتتوجه إلى الله وإلى بيت من بيوت الله التي آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فتأتي يوم تخرج من منزلك قال فليحدث لنفسه تفكرا تتفكر ما تخرج هكذا سبه لا قال فليحدث لنفسه تفكرا وأدبا غير ما كان عليه أنت قبل النداء وقبل أن تخرج الصلاة في شأن أهلك وشأن أولادك أو في أمور دنياك من بيع أو شراء أو مؤانسة أو حديث إذا سمعت النداء فإنك تتغير غير ما كنت عليه ونداره قال غير ما كان عليه وغير ما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا وأشغالها وهذا جاء به رحمه الله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أهله فإذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه انتقل إلى أمر آخر فلتحدث لنفسك حالا غير الحال التي كنت عليها استعدادا وتهيئا وتعظيما لهذه الصلاة عظمها في قلبك واشتغل بشأنها وأمرها في كل مرة من المرات في كل صلاة في كل صلاة وجرب فعل ذلك واستمر عليه ستجد الأثر العظيم لهذا الفعل في خشوعك للصلاة وفي أثر الصلاة عليك وانتفاعك بهذه الصلاة وليخرج تأمل في قول الإمام أحمد برغبة بسكينة ووقار لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إليها فأتوا وأنتم عليكم السكينة والوقار وفي رواية مشوا إليها وعليكم السكينة والوقار لا تأتون إليها وأنتم تسعون ومشوا إليها وأنتم وعليكم السكينة والوقار وليخرج برغبة برغبة في الصلاة ورهبة رهبة من هذا الموقف العظيم بين يده الله جل وعلا وبخوف ووجل أن تجل القلوب وتخاف صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا